السلام فونديشون حرية التعبير والمعتقد وحرية التعبير والتجمع السلمي واستمرت السلطات في هذا العام بمضايقة بعض رجال الدين وحبسهم أضيف إلى ذلك فقد سحبت السلطات جنسية سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم وهو أكبر مرجعية شيعية في البحرين فتلجأ الحكومة دائما إلى مثل هذه الإجراءات الغير إنسانية بالإضافة إلى حظر السفر والترحيل القسري لتستهدف بذلك قادة المعارضة والنشطاء كما أن السلطات تقمع بالقوة حقوق هؤلاء في التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات كما تتدخل أيضا في حق الطائفة الشيعية بممارسة شعائرها الدينية وذلك من خلال إغلاق الجمعيات وفرض قيود على شعيرة صلاة يوم الجمعة وأداء فريضة الخمس وما يثير القلق بشكل خاص في البحرين فهو حل الجمعيات المعارضة وهي جمعية الوفاق الوطني الإسلامي والتوجه لحل جمعية وعد وسهداف القيادات والنشطاء حيث تم استدعاء الأستاذ إبراهيم شريف أمين عام جمعية وعد السابق من خلال نيابة الجرائم الإرهابي للتحقيق على خلفية التعبير عن أرائي ختاما نود أن نحث جميع الدول وخاصة البحرين على وضع حد لكافة أشكال التمييز ضد كافة الجماعة شكرا 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 شكرا